اشتركوا في القناة معنا إن شاء الله في هذه الحلقة و لحلقات هذا البرنامج ضيفنا الفاضل الشيخ محمد عطل الهاجري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف و إن شاء الله حديثنا سيكون بعنوان فضائل و إحكام الصيام هياكم الله شيخ محمد و أسعادة بلقائك بارك الله فيك و بيد يا مرحبا شيخ محمد نبدأ حلقتنا اليوم بالحديث و نعرف يعني كنا في أيام هذا الشهر الفضيل تعريف الصيام بارك الله فيك بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه و من ولاه بعد نسأل الله عز وجل نتقبل منكم صالح عمال و أن يعينه إياكم على ذكره و شكره و حسن عبادته الصيام قالوا في اللغة بمعنى الإمساك كما قالت مريم إني نذرت للرحمن صومة أي إمساك و شرعا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية أي بنية التعبد الله عز وجل فرمضان و الصيام و الحديث عننا حديث ذو شجون فالمؤمن يفرح ببلوغ شهر رمضان و النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه رضي الله عنهم بقدوم هذا الشهر المبارك قالتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه توتح باب الجنة و تغلق أباب النهار و تصفد الشياطين و فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم ألا وهي ليلة القدر لا شك أن نبلغ شهر رمضان من نعم الله عز وجل على العبد فالعبد الذي بلغه الله عز وجل رمضان فهو في خير عظيم و كذلك يزيد هذا الخير باستغلال هذا الشهر بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالي فلما ذكروا أن تعريف الصيام هو الإمساك عن المفطرات و يأتي معنا إن شاء الله مبحث ما هي المفطرات هناك مفطرات مجمع عليها و هناك مفطرات معاصرة مختلفة فيها بين أهل العلم ذكروا العلماء قالوا من طلوع الفجر الثاني أن هناك فجر كاذب و فجر صادر و لذلك من الخطأ أن بعضهم يمسك عندما يسمى بالإمساكية وهذه من البدع الموجود أنه يمسك قبل طلوع الفجر بعشر دقائق قربة ساعة و يلزم الناس بذلك ليس هناك مفطرات ليس هناك مفطرات هذا من البدع بالعكس هذا قد يكون من تحريم الحلال فالله عز وجل أمرنا قالوا وكلوا واشربوا حتى يتميلكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بأن تمسك عند الفجر ثم تم الصيام عليه نعم عند الأذى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن لأم مكتوم وإذن جاء عبد الله أن كانوا يتسحرون في الوقت ما بين كان في وقت بسيط بين السحور و الأذان الفجر نعم بقدر خمسين آية كما ذكروا أنه ما بين السحور إلى صلاة الفجر نعم ولذلك المؤمن له أن يأكل و يتسحر إلى أذان الفجر الثاني فكذلك قالوا بنية لابد من النية جميل قد يصوم الإنسان تبردا قد يصوم نائما قد يصوم عادة و لذلك لابد من تقيد مسألة النية و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل و في لفظ لمن لم يجمع الصيام من الليل فمجرد نيتك الصيام غدا إذا كان رمضان هذه نية كما ذكروا العلماء نعم و مجرد نيتك الصيام طول شهر رمضان هذه نية قالوا إلا إذا تعذر بذلك عذر شرعي من الحيض أو النفاس أو السفر أو المرض كما ذكر أهل الإن نعم طيب شيخ محمد ذكرت مسألة مهمة زاكرة الخير و مفيدة وجميلة مسألة استحضار النية يعني بعض الناس أبو عبد الله حتى في أكله السحور يعني معتاد في هذا الوقت في رمضان أن يتسحر عشان بكرة صايم لكن لا يحتسب أن هذه سنة وهذا أجر و يتقوى به إن شاء الله تعالى على الصيام و بذلك ينال أجر من الله سبحانه وتعالى نعم الأصل في العبادات كلها الاحتساب حتى العادات الله حتى العادات والأعمال المباحة من ذهابك للدوام أو اتيانك بإغراض الجميع و غيرها لما تحتسب أجر عند الله عز وجل و لك عبادة عند الله عز وجل لذلك معاذ رضي الله عنه في البخاري قال إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي الله نومة حتى نومك تحتسب فيها التقوى على الطاعة و كذلك قيام الليل و أنك تقوم صلاة الفجر هذا مهم جدا و لذلك من خلال بعض الناس أنه لا يحتسب أو يصوم عادة صحيح أو يصلي عادة و لذلك الذي يصلي عادة و غير العباد تجد فيه من التناقم بعضهم عفانا الله و إياكم يصوم ولا يصلي يصوم ولا يصلي ولا يصلي سبحان الله معنا الصيام ركن الرابع و صلى ركن ثاني و بعضهم يصوم لأنه نائم يصلي الفجر إذا صلى الفجر يقوم على ذان المغرب يقول صام أنت صام لنك نعم و كيف هنا الخلل يعني و إن العادة فيها أن يصوم ولا يصلي الخلل بأنك ماذا أردت بالصيام الصيام لماذا تصوم لأنك تصوم عبادة فرضها الله عز وجل عليك و لذلك صيام شهر رمضان من أركان الإسلام الخمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معمر في الصحيح قال بني الإسلام على خمس شهدت الله لله و أن محمد رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت و في لفظه حج البيت و صوم رمضان و لذلك الصيام ركن من أركان الإسلام صيام شهر شهر رمضان و لذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون كتب أي فرض و ألزم و أصبح واجبا كما فرض على الذين قبلكم هذا يدل أن الصيام رمضان كان فرض على من كان قبلنا و شهر رمضان فرض على طريقها ما نحن فيها في السنة الثانية من الهجرة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صامت تسع رمضانات توفي في السنة الحادي عشر و لم يدرك شهر رمضان توفي في ربيع الأول فالشاهد أن صيام شهر رمضان عبادة و قربة و كذلك فريضة و الأصل فيه تحقيق تقو الله عز وجل كما قال الله عز وجل ألكم تتقون أي تتقون الله عز وجل في هذا الصيام بأنكم تفعلون ما أمر الله عز وجل و ما وجب عليكم من الفرائض و كذلك تنتهون عما حرم الله عز وجل من المحرمات و أول فريضة الصيام كان صيام يوم عاشرة فيوم عاشرة النبي صلى الله عليه وسلم مرأة قريش تصومها أمر بصيامه عليه الصلاة و صامت أصبح فرضا صيام يوم عاشرة ثم نسخ إلى السنية و التخيير فأتى شهر رمضان فأصبح شهر رمضان من شاء صام شهر رمضان و من شاء لم يصم شهر رمضان فقط يكفر كما ذكر الله عز وجل في آيات الصيام في سورة البقرة ثم نسخ إلى فرضية الصيام قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من هدى و الفرقان فمن شهد منكم الشرع فليصم إلا إذا كان هناك أدر فمن كان منكم مريضا أو على سن فعدتهم من أيام أخرى فهذه الرخص المبيحة للفطر خلال شهر رمضان فشهر رمضان من العبادات الجليلة العظيمة التي تقر بها المؤمن ربه سبحانه وتعالى بترك الحلال فضلا عن ترك الحرام فالعبد الذي استطاع أن يترك الأكل والشراب والجماع للمتزوج فإنه من باب أحرى وأولى يستطيع أن يترك المحرمات الذي ترك ما يألف ما ألف عليه من المباحات يستطيع أن يترك المحرمات من باب أولى وأحرى فلذلك التكلم عن شهر رمضان و كذلك الحديث عن بداية شهر رمضان فإن الشريعة حريصة أشد الحرص في توطئة أيضا العباد في استقبال هذا الشهر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كما تقول عائشة شهر رمضان كله إلا بليلا و كان يسمى شهر القراء و كان الشعبان نعم توطئه لشهر رمضان و كذلك كانوا يخرجون زكاتهم في شهر الشعبان كل هذا توطئ و استعداد لرمضان لأن العبد الذي لم يصوم مثلا حداء الشهر لم يصوم يمكن أن الصعب عليه مباشرة يصوم و لذلك هناك نوافل للصيام صيام شهر صيام شعبان صيام يوم عرفة صيام كذلك ست من شوات صيام يوم عاشرات ثلاث أيام من كل شهر اثنين والخميس كل هذه العبد ربه و كذلك يتعود على الصيام فضلا أنها عبادة من عبادة يحبها الله عز وجل فصيام يوم في سبيل الله و بعد النار سبعين خريفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم و لذلك رمضان له خصائص كثيرة و الصيام عموما له خصائص كثيرة و لذلك الحديث عن الصيام و فضائله و كذلك منزلته عند الله عز وجل و منزلة الصائمون الصائمين عند الله عز وجل منزل عظيم ناشاك نعم شيخ محمد ذكرت قبل قليل أن الإنسان لو يستحضر هذه المعاني العظيم و هذه الفضاء لهذا الشهر العظيم و الفضيل لما صام رمضان هكذا عادة و عرفت تعريف الصيام لذلك إن شاء الله عندنا فاصل و عبد الله بعده نذهب إن شاء الله إلى مسألة أخرى من هذه الفضاء والحكام نذهب فاصل و أرجع لكم في رمضان القيم ابقوا معنا قال تعالى شاهدا بخيرية الصوم و أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون و ثبت في سنن الترمذي عن معاذ بن جابل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار و صلاة الرجل من جوف الليل ثم قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون و قد جعله الله تعالى في كثير من الكفارات لما له من أثر بليغ في إصلاح النفس و تقويم السلوك حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد رجعنا معكم في رمضان القيم و نكون معكم هذه الحلقة مع ضيفي الفاضل الشيخ محمد عبدالله الهاجري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف حياكم الله و عبدالله من جديد حياك الله و بيد شيخ محمد زاك الله خير نكمل معك هذه الحلقة و أتحدث قبل فاصل و عرفت شهر رمضان و الصيام شيخ عبدالله زاك محمد زاك الله خير ننتقل معك الحديث عن نكمل هذه الفضائل المبارك لهذا الشهر إبو عبدالله نعم من فضائل هذا الشهر العظيم نعم أنه من أشهر الله عز وجل العظيمة التي اختصها الله عز وجل بالصيام فإن الله عز وجل قال كل عمل مآدم له الصوم الحسنة بعشر أمثاله إلا الصيام فإنه لي و أنا أجزي به نسب الله عز وجل الصيام لنفسه سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة التي ذكرها العلم في قولي إلا الصيام فإنه لي و أنا أجزي به قالوا كل الأعمال قد ترأي فيها قد ترأي في زكاتك في صلاتك في حجك في فعل بعض إلا الصوم الصوم يعني الذي يتعبد له والذي يرأي له العبد هو الذي يتعب ينظر لك هل أكلت هل شربت من الصباح من أذان الفجر إلى غروب الشمس قالوا فإن الصوم لا يتعبد فيه لغير إلا عز وجل و قال العلماء في قوله إلا الصيام فإنه لي و أنا أجزي به قالوا كل الأعمال قد يؤخذ من حسناتها قد يقتص منها إلا الصيام فإنه محفوظ عند الله عز وجل لا يؤخذ من أجله شيء و لذلك الصيام لما تجد في السنة و حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الكثير في فضاء السوم رمضان و كذلك الأمور التي فيها الفضاء الكثير أيضا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من دمه من صام رمضان إيمانا بفرضيتي و احتسابا للأجر فيه غفر له ما تقدم من دمه و النبي صلى الله عليه وسلم قال و من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من دمه إيمانا بسنيتي و كذلك احتسابا للأجر فيه قال و من قام ليت القدري إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من دمه ليلة عظيمة عوض الله فيها أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت أعمارهم عوضهم بهذه الليلة خير من الفجار و أنزل الله عز وجل سورة كاملة قال إن ننزلناه فيية القدر وما دراك منية القدر لية القدر يخير من ألف شاء الله تنزل المعكة الروح فيها ابن ربه من كل أمر سلامه حتى مطلع الفجر يكفي أن من خصائص رمضان أنه أنزل فيها القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن فيكفي مفخرة أن هذا سيد زين الشهور شهر رمضان أنزل فيه خير الكتب أعظم آيات ومعجز الخادر القرآن أنزل فيه لية القدر من شهر رمضان لذلك هذه ميزة عظيمة لهذا الشهر بأنه أنزل فيه كلام الله عز وجل القرآن الكريم وكذلك من المميزات في هذا الشهر الفضاء أنه شهر تفتح فيه أباب الجنة تخيل معي تفتح فيه أباب الجنة يعني النفوس متشوفة ومتشوقة لاستقبال هذا الشهر بافتتاح وكذلك أباب الجنة مفتحة وتغلق أباب النيران وتغلق أباب النيران وهذه بعد الله يعني الإنسان المؤمن إذا عرف هذا طبعا من خلال أخبار النبي عليه السلام يعني يستشعر يعني هذا النداء وهذه الرحمة بفتح أباب الجنان وغلق أباب النيران هذه رسالة كلام تقول نداء في الحديث قال وينادي منادي الله أكبر يا باغي الخيري أقبل ويا باغي الشجري أقصر يعني أحجب الله أكبر لأن أباب الجنة مفتوحة يعني أنت خلاص يعني أنت الحين إذا أباب الجنة مفتوحة نعم واباب النيران مغلقة ومصفدة الشيطي ومسلسلة ومغلغلة نعم ما عذرك أند الله عز وجل أنت يعني للدرجة هذه قلبك قاسي ما طلب منك عبد الله في خلال هذا النداء اعمل وريالك أروا الله من أنفسكم خيرا ما سطعتم يعني شمر أين المشمرون اجتهد أنت في رمضان إذا لم تستهد ولم تقرأ القرآن ولم تصلي صلات التروح والقيام ولم تؤدي ما فرض الله عليك متى إذا رمضان فيه كل الفرص متوفرة لك صحيح الله عز وجل تحبب إلينا بهذه الفضائل وهذه الخيرات يقول تسابق في ذلك سارع في الخيرات نعم الله عز وجل في القرآن قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوا السماء ترضى عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم الغيذ والعافع الناس والله يحب المحسنين الله عز وجل قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والعرض وعدة الذين آمن الله رسله ذلك فضل الله يؤتيم إن شاء الله مبادرة مطلوبة مسارعة يعني لابد بالمبادرة صحيح لابد بالمسارعة أسأل عمرو عبد الله ولذلك من الحكم كما ذكروه أن النفوس مقبلة والناس كلها تصوم ولذلك هذا من ما يشجع المؤمن الناس كلهم يصومون نجواء نعم صحيح يعني أنت القسوة قلبك غفلتك صحيح اللي عايش فيها خلاص أرى الله يعني أرى الله عز وجل من نفس الخير نعم صحيح أيضا عبد الله يعني هل الإنسان إذا الله سبحانه تعالى يعني أمد في عمره وجعله يعني يشهد هذا الشهر على هذه نعمة نعمة عظيمة لأن يزيد فيها عملك وانت لا تعلم سبحانه نعم لما الحديث الصحابيين لما توفوا واحد توفي في الجهاد لرأى الرؤية والثاني مات علي فراشي بعده بفترة بعده بسنة بسنة فلما رأى الصحابي قال رأيت الذي مات علي فراش السبق الذي قتل في سبيل دخل جنة قبله قال النبي صلى الله مما تعجبون هذا حتى روح لمحمة قال ألم يصلي بعد الصحاب كذا صلى ثم قال ألم يدرك رمضان بلوغ شهر رمضان نعمة و أنا الشاهد لكن نعمة يبارك لك في هذا الشهر بأنك تستغلها الاستغلال الذي يريده الله عز وجل بأنك تنوّع في الطاعات تصوم عبادة من قربة لله عز وجل تجتهد في المحافظة على الصلاوات كلها في المساجد تجتهد في الاتيام بالنوافصات ترويح والقيامة تجتهد في الصدقات تجتهد أيضا في أنك تطبق سنن النبي صلى الله عليه وسلم في السحورة كذلك التعجيب للفطر الطعام الصوام العمراء في رمضان أمور كثيرة جدا ولذلك أنا أقول النفس مهيئة صحيح ليس العبد عذر بأنه يفرط ولا يستغل هذا الشهر شيخ محمد ما شاء الله لاحظك من بداية الحلقة تبارك الله تركز كثيرا على مسألة استحضار النية أثناء الصيام أثناء الصلاة فتركز كثيرا على مسألة النية والإخلاص وبعبد الله فيها نعم لأن العبد يكون يكون رباني لا يكون رمضاني لأن الناس قد يشاهد في رمضان ويترك نقول رب رمضان هو رب باقي الشهر صحيح ولذلك النية العبد يعني قيل لمن لا يخلص لا تتعب ولذلك العبد لم يخلص يعني عمل يكون وبالا وخزا عليه وحجة وليسترد حتى يشعب لذة في العبادة وقدمنا إلى ما عمل ومن عمل فجمعه باء من ثم ولذلك يصم عبادة قرب خلاصا لا رياء فيه ولا سمعة نعم يستحضر النية بأن الله عز وجل يريد منه صحيح أن نجتهد يريد سبحانه وتعالى أن يرحمنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العظيم هذا من فضاء الشهر رمضان نعم لما صعد المنبر ثلاث خطوات ثلاث درجات قال آمين والثاني قال آمين نهو الثالثة قال آمين الله قالوا يا رسول الله قلت في الأولى آمين والثاني آمين والثلاث آمين قال آتاني جبريل وقال يا محمد قل آمين رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ فلم يغفر قل آمين يعني ألصق في التراب ذلا وصغارا أنفه ألصق في التراب ذلا وصغارا لمن أدرك هذه الفضائل وهذه الخيرات وهذه الأجور وهذه المكاسب والتجارة مع الله ثم ينسلخ ويمضي شهر رمضان ولم يغفر له هذا رغم أنفه تكمة الحديق قال رغم أنفه أدرك والدي أحدهما أو كلاهما فلم يدخلها الجنة قل آمين ورغم أنفه من ذكرته عنده فلم يصلي قل آمين ولذلك العبد يتحسر ويتحسر عندما يمضي رمضان ولم يغفر له يعني ولله عتقى من النار وذلك في كل ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليت القدر أيضا الاجتهاد فيها يعني فضائل كثيرة جدا ولذلك المغبون والمحروم اللهم سلم هو الذي يفرط في هذا الشهر المبارك نعم إذن سبحانه سبحانه تعالى أبو عبد الله نجعلنا إن شاء الله ممن يقوم يعني ليالي هذا الشهر ويصومه إن شاء الله خير الصيام بإذن سبحانه وتعالى فاصل شيخنا رجيم إذن حبتنا مشاهدي الكرام مشاهدي برنامج رمضان القيم فاصل وراجعي لكم خلكم معنا أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد نقول لك حياك الله أبو عبد الله من جديد شيخ محمد ونحن نتحدث في حلقة هذا اليوم عن فضائل وإحكام هذا الشهر الفضيل في برنامج رمضان القيم أيضا نكون معك هذا الحديث عن هذه الفضائل العظيمة يعني شيخ محمد التي لا تكفيها حلقات وحلقات بلا شك أبو عبد الله نعم بالنسبة للفضائل من فضائل شهر رمضان أن الله عز وجل يسمى باب الريام سبحان الله اختص الله عز وجل فهذا الباب لأهل الصيام هذا تكريم لهم تكريم لهم ومنزل عظيمة ولذلك وكذلك النبي قال لخلوف وفهم الصائم عند الله عز وجل أطهر من ريح المسك أطيب وأطهر من ريح المسك الخلوف الذي يخرجه يعني الفضلاء الريح من المعدة ومبثقة من الجوع هذا احتسابا عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك ولذلك العبد يحتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان يفرحهم فرحة عند فطره لما يحمد الله عز وجل ويثني على الله أنه تم له الصيام وفرحة عند لقاء ربه لما يرى ثوابه وجزائه عند الله سبحانه وتعالى ولذلك يستحب أن يقال ذهب الضمى وابتلت الأرق وثبت الأجر عند الله هذا الحديث صحيح أصح من حديث أصح اللهم لك صمت لا أفطرت أصح ذهب الضمى وابتلت الأرق وثبت الأجر وعند الله هذا أصح عند الفطر وكذلك يحرص المؤمن على أحب عباد لي أعجلهم فطرة كما في الحديث يستعجل الفطور يستعجل في الفطور عند الأذان وكذلك يتسحر النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة ولكن زال أمتي بخير ما عجل الفطر ما عجل الفطر وكذلك تأخير السحور هذا من السنن نعم فيه بركة بركة بإدراك الوقت وقت السحر وقت تنزل الإلهي صحيح وكذلك فيه بركة واستغرال وقت استغفار وكذلك التقوي على الطاعة جميل بعض من يقول أنا أكل ونام ثم أقوم أذان فجر نقول لا أفضل لك أن تدرك هذه المنزلة العظيمة التي يحبها الله عز وجل وهي أكلة السحر وهي بابدال أن تكون صاحي لغاية قبل أذان فجر أذان فجر لو تشرب شربت ماء لو أنك شبعان شرب ماء يقل شيء أو تأكل اكتمر هذا مما يتقوى به العبد على الصيام ولذلك فضائل شهر رمضان كثيرة جدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة فلذلك العبد يستحضر هذه الفضائل ومنزلت عند الله عز وجل في الصيام هذا الشهر نعم حمد ونتحدث قبل قليل عن تعريف الصيام ذكرت أنه لمساك عن الفطرات من أذان الفجر إلى غروب الشمس لكن بعد الله هذه الإمساك عن المفطرات هل هي مفطرات فقط يعني ملموسة يعني أكل وشرب وجماع مادية فقط أم هناك أمور أخرى أيضا يعني تجرح هذا الصيام وتفطرك يعني العصر النصول للمفطرات ذكر علمانها الأكل والشرب وكذلك الحيض والنفاس والجماع أو ما يقوم مقامهم فالأكل والشرب هو أعظم المفطرات والجماع أعظم المفطرات بالعكس أن الجماع في نهار رمضان طبعا المفطرات ذكرها العلماء أن يكون عامدا عالما مختارا عالما غير جاهل جميل عامدا غير ناسي مختارا غير مكره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شريب فإنما أطعمه الله والسقار وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أصول المفطرات من أعظمها الجماع الذي فيه الكفار المغلظة الكفار المغلظة وذلك أي شيء يؤدي أو يفضي إلى هذه هذا الإثم العظيم أنت الله عزو الجماع أو مقدمات العبد يبتعد أنه صحيح ولذلك تقول عاش رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أملككم به لإربه أو في لفظ لأرى به لحاجته وكذلك لشهوته ولذلك العبد يضبط نفسه في هذا الشهر المبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجة فإن يدع طعامه وشهر ليس العبرة منك تجوع وتعطش العبرة أنك تؤدي هذه العبادة كما أمر الله عز وجل تحقيق تقوى الله عز وجل في هذه العبادة وكذلك كما بينا أصول مفطرات الأكل والشرب والجماع وكذلك ما يقوم مقامه من النفاس والحيض أكرمكم الله عز وجل ولذلك الأمور التي تفضي إلى مثل هذا مثل استمناء متعمد وغيره هذا الصحيح أنه يفضل صحبه هناك مفطرات معاصرة ومفطرات قديمة ذكره العلماء وفصلوا فيها يعني أي شيء القاعدة أي شيء يقوم مقام الأكل والشرب ويصل المعدة هذا يفضل هذه القاعدة عامة ما الذي يقوم مقام الأكل والشرب هنا وقع الخلاف لذلك ذكروا مثل مسألة القطرات ذكروا مسألة العين قطط العين والأذن قالوا هذا ليس لمنفذ الجوف أما الأنف منفذ الجوف الأنف قطط الأنف تفضل صحيح أما العين كذلك الأذن كذلك بعض الإبر الإبر غير الوريدية الإبر العضلية والجلدية هذه لا تفضل أما العضلية الوريدية التي تقوم مقام الأكل والشرب هي التي تفضل أما والله مسألة عضل جلد هذا لا يفضل البخاخل هو يفضل ولا يفضل كما ذكر العلماء قالوا إذا كان يصل معدى الصحيح لا يفضل البخاخل للنسبة قليلة جدا تصل كذلك بعض الأمور نسقات بعض الأمور مثل تحليل الدم هذه لا تفكر مثل حجامة هذه اللي فيها خلاف قالوا أنها تفضل تبرع الدم في خلاف قالوا أنها يفضل ولذلك العبد المعجون الأسنان الصحيح لا يفضل أنا حصلت لك المسائل من باب الفائدة والتي هي مذكورة ومبثوثة ومجودة فالقاعدة كما ذكر العلم أي شيء يقوم مقام الأكل والشرب مثل مغذي يقوم مقام الأكل والشرب يستغني به العبد عن الأكل والشرب هذا يفضل أما الأمور التي لا تقوم مقام الأكل والشرب والله علاج أسنان والله شيء فيه علاج معين مثلا أو أمر معين لا يقوم مقام الأكل والشرب أو يصل المعدة أو الجوف فإنه لا يفضل طيب عبد الله مسألة لكارت القلقية مثلا إنسان ينام لا يصلي ويستيقظ على أذان المغرب هذا أمر خطير جدا طيب هذا هذا متناقض العبد كما ذكر المقال صائمون ومتناقضون العبد أي شيء يفضي لتناقض صيامة يبتعد عنه أي شيء يجرح صيامة غيبة ونميمة حش كلام شادة زور نوم شادة اطلاق النظر في المحرمات ومسلسلات فوازير وغيرها هذا العبد يحفظ صيامة ولذلك السلف كان يجسون في المساجد يحفظون صيامة ولذلك جاب الرضي عنه قال لا يكون يوم صومك ويمفضرك صوم العبد يحفظ صيامة دائما ألا يجرح صيامة بشيء ولذلك الموفق هو الذي يحفظ صيامة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وكذلك الحسنات التي أخذها لا يفرطها لا ينتهي والله يفطل ثم يبعث هذه الحسنات بعض الناس يلتزم فقط في نهار رمضان يعني بعد المغرب خلاص مفتوح أو ينظر الاتفاز أيضا فضيلة الأيام والأجر في نهار وليلة رمضان كل نعم في كل يوم كاملا في الصيامة وكذلك صنوف الطاعات في النهار وصنوف الطاعات في الليل مضعف ولذلك العبد يبتعد عن أي تناقض يؤدي إلى خج الصيامة بعضهم أبو عبيد مثلا يفطر يطوب صلاة المغرب الجماعة بحجة نفطر خلاص صحيح نقول هذا خطط صحيا وشرعيا نصلا خطط صحيح المعدة فاضية تأتي مباشرة ونتأكل شرعيا تفوت الصلاة بحجة الصيام نعم وفطار لذلك تأكل لك اليسير صحيح تمرات وترجع وكذلك ما تصلي ثم ترجع نعم أمور كثيرة ولذلك العبد دائما يبتعد عن أي أمور تخدش صيامه أو تؤدي إلى تناقض هذا الصيام أو أمور قد تبطل الصيام لذلك الصيام مدرسة يؤلمنا كل شيء إذا كان صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخب فإن سابه أحدهم أو شاتهم فليقولني صائم يحرص العبد في أن يكون الصيام مقبول عند الله ليس العبرة منك لم تأكل ومتشر ولذلك ورد في الحديث لا تجعل حظنا من صيامنا جوء ولا من قيامنا السهر والتعب ولذلك العبد يحرص على تحقيق تقوى الله عز وجل في قول لعلكم تتقون نعم إذن أبو عبد الله جزاك للخير فعلا حديثنا ما شاء الله متواصل معك وما تفضلت في الحلقة الفضاء والأحكام كثيرة جدا جدا ولا تكفيها حلقات لكننا عندنا فاصل أبو عبد الله بعدها نرجع معك ما تبقى من دقاق إذا حابت تكلم في ما تبقى عندك إن شاء الله تعالى من أحكام وتعلق بهذا الشهر الفضل إن شاء الله تعالى إذن أحبتنا الكرام مشاهدي برنامج رمضان القيم فاصل وراجعي لكم خالكم معنا هذا الشهر شهر خير وبركة كثير من النصوص دلت على ذلك فمن ذلك أن الله اختاره لإنزال القرآن الكريم وكفى بذلك فضلا قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرقان وما ذكر الله شهرا بإسمه في القرآن سوى رمضان حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد رجعنا معكم في برنامجكم رمضان القيم حياك الله الشيخ محمد من جديد حياك الله عبد الله نصائح للصائمين طبعا اليوم هذه أولى حلقات برنامج رمضان القيم وما شاء الله أيام وليالي فضيلة بين الله سبحانه وتعالى شو النصائح أبو عبد الرجل تقولها حق أحبتنا مشاهدي الكرام نصائحي بأن بما أن في أول الشهر وأول أيامه العبد يعد العدة الإيمانية باستقبال هذا الشهر وكذلك الفرح ببلوغ هذا الشهر كذلك ترجمة هذا الفرح بالتطبيق العملي أنك تطبق لما منى الله عز وجل عليك بإدراك هذا الشهر مجرد بلوغ هذا الشهر نعمة أو النعمة أن تؤتى ثمارها بأنك تستغلها لاستغلها الأمثل وكذلك العدة العملية أنك تعمل وكذلك العدة العلمية أنك تتعلم حكام بعض الناس يجهل حكام الصيام يجهل حكام الفطلات يجهل بعضهم متى يفطر متى لا يفطر يجهل بعضهم والله إذا أكلت وكان يأذن الفجر مثلا هل أتم أو لا تم إذا أكلت قبل الأذان هل صومي صحيح أو لا صحيح المرأة حارت قبل المغرب بخمس دقائق هل صيامها صحيح نقول هل صحيح المرأة طهرت قبل الأذان الفجر بخمس دقائق نقول صيامها صحيح ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر بعد الأذان الفجر الجنوب كذلك لو اغتسل بعد الأذان الفجر صومه صحيح كذلك النية العبد المتدد بالنية يقول ما هذه أفطر و أصومة التدد بالنية لابد من العزل بالنية هذه أمور مهمة جدا و لذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على قراءة الكتب الفقهية و غيرها تتكلم عن أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان لكي يكون مستعد و كذلك عمل برنامج برنامج النفسي برنامج البيت مع زوجتي مع بنائه مع أبو الوالدين مع أهل المسجد يكان إمام بالمدرسة مع الطلاب أن يكون هناك برنامج يمشي عليه و لذلك الذي يعمل برنامج أبو عبيد زاكر الله خير و المشاهدين و المشاهدين يعمل برنامج دائما بعد فضل الله عزيزي ينجز أما الذي يدخل هكذا بأثرة و لا عنده برنامج في ختمة القرآن و هذا شهر شهر القرآن و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل شهر مرة حتى العام الذي قبض فيه دارس القرآن مرتين و لذلك شهر القرآن هو شهر رمضان شهر تداوة القرآن هو شهر رمضان نعم شهر التدبر القرآن هو في رمضان شهر قراءة التفسير هو في رمضان شهر العمل و القيام و تداوة القرآن هو في رمضان شهر القرآن في قيام الليل و التراويح و التهجد هذا هو الذي ينبغي العبد أن يكثر من الختمات في هذا الشهر لا يجعل هذا الشهر كغيري من الشهر و إنما يجتهد بأن يجعل له برنامج ختمة ختمتين ثلاث ورد إما ورد يومي أو ورد فيه الصلوات يجعل له مثلا جزء جزئين ثلاثة ولذلك السلف كان يختمون فيه كل سبع في رمضان يعني ثلاث ختمات قبل العشرين إن أتت العشر الأواهر ثلاث ختمات كل ثلاث ختمة ولذلك العبد يجتهد كثر ما يستطيع في هذا الشهر فيه فعل الطعات عموما فيه أصناف العبادات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون فيه رمضان هناك فيه البذل والعطاء والإحسان بذل العطاء والجود وإطعام الصوام وتفطيرهم وكذلك الصدقات الزكوات البحث عن الفقراء المساكين المحاوية من المسلمين بأنه يتقصدهم ويبحث عنهم وينفق عليهم كذلك زكاة الفطر طهر للسائل من لغوة الرفج وكالطعمة لمساكين الاعتكام في شهر رمضان العمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة في رمضان كحجة معي كل هذه أمور وعبادات جليلة متنوئة وإيضا عبادات تحيئة وتوطي أهل العشر الأخين من رمضان أفضل لياليها عشر الأخين من رمضان أبو عبد الله ما شاء الله في حديثك أجود ما يكون فيه رمضان من خلال البذل والجود والإحسان أنها كلها أعمال فيها بذل للمال وإيضا بذل للجسد أبو عبد الله فيه العبادة والقيام والصيام يعني كلهما فيه بذل وعطاء سواء بدل معنوي أو ما ديبو وذلك من خل أن بعضهم يقضي نهار رمضان كله في النوم هذا خل لا بد أن تظر على كثر العبادة والتعب وإحتساب الأجر عند الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان العشر الأول ثم أوحي إليه جبريل قال أن الذي تطلب أمامك ثم اعتكف العشر الأوصل ثم أوحي إليه أن الذي تطلب أمامك ثم اعتكف العشر الأخير من رمضان واعتكف الصحابة وزاجهم بعده ولذلك العشر الأول والثاني هي التوطيع وتهيئة لاستقبال العشر الأخير الذي فيه جائزة العام ومسك الختام ألا وهي لية القدر لية القدر العبد يجتهد فيه كل العشر لا يفرط أقول الله فقط الأوتار أو فقط 27 نقول لا من أدرك وقام العشر الأخير من رمضان يقين أدركت القدر أما الذي يجازب يأخذ على قول من قال 27 أو في الأوتار نقول أنك مو يقين أدركت القدر ولذلك العبد يجتهد في العشر الأخير كلها يجتهد في رمضان كله يصلي مع الإمام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع إمامه حتى ينصر كتبها وقيام ليلة من صلى العشاء في جماعة كتبها وقيم نصليلة لما صل الفجر في الجماعة كنت في القيام ليلة ولذلك لا يفرط أو يزهد في أيام أو أشفاع دون أوتار أو أن يزهد أو يحبط غيره بأن المسجد يصلي سريعا باب النصح يقول صل المسجد في النصح البعض يحاسب الوقت فالعبد لا يقضي رمضان في طعام إنما ينوع شهر رمضان شهر سلطة الرحام لكن ليس كل وقت سلطة الرحام ليس كل وقت مواعد الطعام وتضيع وقت في الجمعيات وغيرها في الاتيام بالصنوف كأن العبد محروم من الأكل لا نقول لا العبد يجتهد ويحتسب الأجر عند الله عز وجل بأنه يأتي صنوف الطاعة وهي مضاعفة الأجر وعبد الله مضاعفة الأجر لا شك عند الله عز وجل قالوا صدقة في رمضان ليس صدقة غيره العمرة في رمضان ليس كان عمرة في غيره الإنفاق البدل الجود وإنسان يحتسب هذه المضاعفة يحتسب الأجر عند الله عز وجل بأنه يأتي هذه العبادات قربه وطاعة الله عز وجل وكذلك يكون همة عالية العدي إذا لم يجتهد في رمضاء ويبتعد عن المخدرين الذين يخدرونها يحبطونها ترافق الناس همتهم عالية تنافس كما قال الله في ذلك وهي وعبدال أيضاً دعوة أيضاً لقطاع منهيات الدنيا على الأقل في هذا الشهر حاول أنك خرص تفضي نفسك كما ذكر ابن رجب رحمه الله في تعريف الاعتكاف القبء العلائق عن الخلاق الذي يشتغل بخدمة الخالق تجتهد في أنك لا يفوتك أي فرد في المسلم لا تفوتك بالتحرام الصف الأول قراءة جزء جزئين ثلاثة من القرآن الطعام لو أنك كل يوم تنفق على شخص أو تطعم شخص كذلك ذكر الله عز وجل دعاء الله عز وجل خصيصة في هذا الشهر صحيح صحيح الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الدعي لدعان في ثنايا آيات الصيام سبحان الله بالنصف الله ذكر آيات الصيام في ثنايا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الدعي لدعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشلوا ولذلك العبد حليم به الله يفرط في هذا الشهر يجع شهر رمضان كغيره من الشهر ليس كغيره من الشهر وقد لا تعلم بعد جل سيكون آخر رمضان لك سبحان الله نعم كثير من الناس كانوا معنا العام الماضي دخلنا رمضان ولم يدركوا هذا الشهر إذن نسر سبحانه وتعالى إن شاء الله يا أبو عبد الله أن يتقبل مننا بإذن الله الصيام والقيام وصالح الأعمال وإن شاء الله يتقبل مننا كل هذه الأعمال الصالحة بإذن الله نقول لك جزاك الله خير بارك الله ودارك رميك هذا الكلام الطيب وهذه الفضائل وهذه الأحكام الله يحفظك بارك الله فيك وإياك بارك الله أيضا شكر مصول لكم وحبتنا مشاهدي الكرام ومشاهدي برنامج رمضان القيم نشكركم على متابعة أولى حلقات هذا البرنامج وإن شاء الله تعالى ننتقيكم في لقاء مقبل من هذا البرنامج حتى ذلك الحين نستودعكم من الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة